موسيقى إذا نحن الحالات التي نستقبلها في مركز الاستشفائي مديونا أيها الحالات التي تتم بتنسيق موضوع المرصد الجهوي الذي تتابعيه لنا الجهة الضربدة سطات بطبيعة الحال THIS كانت تنسيق مع الخالية الإقليمية ولدينا أطباء ممردون وإداريون وتنسيق مع هذه المرصدين لأن تدوء الإقليمية والمرصد الجهوي وبطبيعة الحالية حتى السلطات الإقليمية كنت تقبلوا الحالات اللي هي عندها هاد المرض كنفيرمي بطبيعة الحال كيكونوا الأسير راحنا عدنا الأسير راح موجودة لها كنت تقبلوها باش كاتل الاستشفاء بالمركز ديانا كنت تقنفيرما المالد سواء أنه كان عدنا في قاعة العزل وتقنفيرما بوزيتيف سواء أن المرصد الجيهوي قال لي نرى غادي جي عندكم حالة اللي هي تقنفيرما بوزيتيف وكنت تقبلو بطبيعة الحال بأمبلانس إكيبي هذي كان برسونال دي رقع الوسائل الوقائية كانت تخصلوا الأسير راديالو ولهذا الغاية عدنا ربعات الأقسم كلها دي المستشفى زائد المركب الجراحي زائد قسم المستعجلات كله تخصص لكوفيد عدنا جوش المصالح بصلحة الطب وصلحة الجراحة والمركب الجراحي هادو هما الآن بالأسير راديالهم بالتجهيزات الطبية من سكوب من كل شي وحتى الظروف ديال السيجور ديال الامريد يعني التلفازات اللاجع وطيناهم تلفونات عندهم الدوشات فيهم المسخون دي الشامبغ اللي هما انديفيدويل وسائل نظافة وسائل وقائية هالشي كامل كنوفره لهم بهذه المصلحتين زائد طبيعة الحال ان الوجبات اللي طبيعة الحال عدنا عدنا الشركة ديالتنا دي المستشفى سوت خطانس زائد ان كذلك الجهة كتصفت لنا يوميا الوجبات زائد ان كذلك السيد السلطات الاقليمية والسيد اللي عامل كيشهرته هو كيشهرته هو كيشهرته شخصيا على توفير رقع وسائل الراحة والنظافة والأكل لهذه الناس وحتى ما من الوسائل أي يعني بحيث انها كل ما كيتطبوه هاد المرضى مساكن كيتوفر لهم في الحين وفي هذا باش كنعونوهم وكنسهموا تحنا معهم باش يتعداء باش يتخطوا هاد المرحلة بطبيعة الحال اللي هي عصيبة دقوا عبقنا لهنا الهد الاستقبال لهذا المرضى كل اطقم طبية الشبه الطبية الادارية التقنية بالمركزين استشفائيين وبالمراكز الصحية اللي عدنا في الاقليم بطبيعة الحال بحيث ان انا كان وفرنا بطبيعة الحال التكوين للجميع جميع الفئات للأطباء ولا الممرضون ولا الاداريون ولا التقنيون ومام لزاجون ديال النظافة ديال الحراسة لانه احنا وهديك وسائل احترازية باش خصنا احنا تموظف كيف مما كانت الفئة ديالتو خصنا اولا هو ما يبقى على صحة جيدة ليه بغلوي الصافة العائلتو ليه احتل هادوك المرضى باش كيبقى بحيث اننا درنا التكوين درنا توفرات الوسائل الوقائية لهم وفرنا لهم حتى السكن بحيث خصنا تسعود دياليزا بارتومو هنا كان نقدم الشكر ديالي الخاص للسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم مديونا لديهم ممدودة لا الموضفين ولا المرضى ولا للسكنة كلها كذلك انه وقف معنا احنا كوزارة الصحة والمدير الجهوية طبعا الحال هيئة كل ما يلزم لذلك بحيث اننا الايواء ديال الموضفين ديالنا داروا ساعة ديال الشوقاق مجهزة بتجهيز جديد عدنا درنا دار شباب الرياضة هي وضعت وضعت رهن اشارة الموضفين ديالنا عدنا مدراسة كذلك اذا وسائل النقل ديالهم زائد انهم يعنا بخيز ان شارج توتال ان لوجمان ايبرجمان اي الماكلة والتنقل باش تهم يبقوا ديجا مي على ديسبوزيشن دي المستشفى والمرضى وكي يحميوا تهم مساكن ولداتهم وعائلاتهم باش لا قدر الله لا قدر الله تراشي انسي دون تنطق العدوى لعائلات ديالهم طبيب الحال لتطبيب هاد المرضى الكوفيد عدنا اضافة الى اطباء طبيعة الحال لزغزوا دي المستعجلات والمراكز الصحية عدنا الاطباء الاخصائيون طبيب التخدير والانعاش طبيب طبيبتي طب البطيني طبيبتي طبيعة الحال طب الأطفال طبيب الجراح طبيب 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 البيولوجيست هذا عدنا كذلك الجراح طبيب مختص في طب الأنفو الأنفو الأدنو الحنجور الواغال طبيب الطب العيون وكذلك بطبيعة الحال اللي هي طبيبان مختصة في أمراض الصدرية والنفوسية